أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفِيحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وسلام فيديو جديد نشاط جديد ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كامبتها جيدة يا رب العالمين هنا كما تشوفوا معي بديت نهاري بخارجة صغيرة خفيفة ضريفة كما يقولوا قضيت شوية بك عفيسة يخصوني خاصة الخضراء في شوية فاكية هكا الواحد يتشاهيه يكل عفسه يلقاها في الدار وممتو كانت حبيت نضير شوية طعام وما كانش كامل عندي خضراء وحتشرت هكا حبات صغار بركة تاع الخضراء باش نضير بها الطعام من هنشري بركة واش نستعمل ومن فستش تاني هكا خطأ الشعالة بالي الخضراء تقوى في الدار احيانا تغلبني شوال ما نلقاش مش ندير بها طول سمانة بسحكي كون هكا على بالي ندير طعام ولا لا سوب ولا امبلا هكا سبيسيال نشري بسك الحوانات كي ما نقولوا ما همش بعاد بزا فعليا هكا شي تزوج حبات من كل عفسه ثلاثة حبات برك على بالي نطيبهم كي خلاص ان شاء الله نحن ندير طلة واحد اخرى عند هاد البخيمة ونشري هنا الخضراء نزيد نشري وهكا ما تفسد ليش كامل الخضراء هكا نشري قس كي ما قلت لكم هاده حاتش دل اسمانة على بالي بسك ما غاديش نستعمل بزاف خضراء واتون بوس عندي خضراء فتاني في الكونجلاتور هادهك اللي نشري هاده عما كي ما نلقاش كامل وش نستعمل وما عنديش حاجة هكا فخين نحن نجبدها هادهك تتعاون وما متون تسلكيك فقط الحاصلة هذا ما كان دوك انا نخبي كامل هاد الخضراء ولاخر نحن نحطهم في الفريجيدير انا يعني خرجت صباح بكري حتى تولدي برك في الكل راح تقضيت قد كين ولي نخسل هادهك الفريجيدير راح تحلته حالة دوك نمسحه كامل نروح نسجم هاد الخضراء في الفريجيدير باش نروح ندير فطوري نروح ندير شغالاتي يعني هكا دورات خفيفة على الدار شوية شوية هكدا هنا تاني شي تشفيا روز هاده بزاف هاي البسماتي شريت هاده هاده زريعة الكتان مع هاده شوية بستاش كان في بالي نحن ندير واحد يلقاته ان شاء الله كيش من دار طولين من بارتاجه معاكم راح في بالي عنديش حال بصح مازال ما عهدانيش ربي باش نديره احيانا تشدنا واحد الفشلة والله المستعان بما انه اليامات قصار بزاف 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 احيانا تنوضي صباح تكوني ناشي طاعتناش تكوني كملتي كم شغالاتك واحيانا الله غالب تلحق لحشي مدرتي فيها والو بما انه نهارات صغر بزاف هانا تاني بما اني خرجت رحت الاكسيون شريت هاده لا فيستا اكتات نقيا وكلش بزاف هايلين هاذي شريتها باوغني طويي لافيسال تاعي باش نديرها غسلة بالملح هادو زيزوت لي بشيت هادو ما بزاف هايلين تاني نحي وكامل الغبراي نحي وكامل الميكرب وهاد لا بودر سيجيتها لا برميار فشريتها هنه من ها شريتها حتى لدوك الدوكس تعملتها بزاف بزاف هايلة هذيك لا بودر مكتوبة بمكتوبة بمكتوبة بشريتها بشريتها بالغوز ومكتوبة بزاف هايلة خاصة للقش البيض اللي عندهم ليتاش ولا تقاشر يكونوا كحالو بزاف هايلة ستعملت تابو هادك السابون اللي تشوفو هال هيك تاع اكسيون ستعملت وحكيته على التقاشر باركزامل دلتهم في المسخون حكيتهم وبعدها دلت عليهم هذيك البودرة البلانش اللي ووريتها لكم لذيبينك هذيك وحطيتها وكيش الليلتهم باركم حكيتهم مشان خليتهم بارك في المسخون هكذا مع هاد السابون وهاذيك البودرة كيش الليلتهم خرجوا لي بيوضة 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 كيش نها ان شاء الله نعود ندير التجربة معاكم مع التراشن ولا عندكم تراشن يكونوا عندهم لليتاش ولا مسبكين ولا ينحيلكم كامل لليتاش اللي فيهم وزيوتات والغمولات اي حاجة عندك فيهم اللي سنسي اللي واحد يستعمل المسخون خونش مصييتها ومندمت عليها ان شاء الله كيش نها نعود التجربة معاكم مع المباشر بتشوفوا الاشي اللي في كاسي تتاحها انا كنهار شريتها اقدر ستلا بكم يا فوا بس كتو كفيتو على ثلث يام ولا اربع يام اللي شريتها باش ما بارتاجي تشبرك الفيديو في وقتها وضوكي سيتها تجاتني هايلا 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 والله ما ندمتش كامل عليها وان شاء الله كيما قدكم نسيها على التراشن ولا تقاشر نبارتاجيها معاكم تشوفوا الفعالية تاحا وان شاء الله اللي لقات هازا ما هاكا عندها تراشن يسبكوا عليها عندنا قاعد تراشن هاكا ديفوا تستخدميهم وتغسليهم شوخ بلاس ديفايولي وعنده امليات تاشتع سفورية تاع اللي جراغ ولا يقعد فيهم بالصابون نغمال ولا بالماشينا مايروح لهمش بهذه فرنش ما شللتهم كيما قدكم درتهم ماسخوا وخليتهم في الباسنة حتى بردوا للماء باش نقدار نمسهم وشللتهم خرطولي يشعلوا هايلا هذي كيما يقولوا بارتاجي صغير بلاك تنفعكم موسي جاميه هنا كيما قدكم راح تغسلت كامل في الجيدر هذيك باش نغسلة خفيفة برك من حيتش ليزيلي متاعي امسحتو برك حتى تكوش في بلاستو ونروح ندير تاني الفطور باش نكمل شغالاتي كامل في الدار ان شاء الله وكما يقولو يمزين القال وكان يفقى هنا يعني ما دارش ليكوخص دارت غير عفيسها كالصغار برك اللي كان في الدار ما دارش فغيمو ليكوخص اخصلتو برك هكا نهار نحب ندير ليكوخص يعني ما يخصونيش بزاف عفيس في الدار سيبوسو ما دارش ليكوخص كندير ليكوخص نقال فريجي ترتاعي نقي هنا كما قد كم درت شوية سكسو خليتو يفور ونروح ندير شغالاتين سيت باش نصور لكم كيفاش خرج مع الاخر صورتكم هي غير هاد اللقطة كي كنت نعمر فيه باش نديرو يفور بسح ماليش على بناك كامل تعرفو ديرو الطعام ما شاء الله عليكم هنا كما تشوفو راح تلصالون هاداك باش نسقمو شوية وهنا لقيتوني كنت ننشار القش في السالون بسح اكره حاجة عندي ننشارة القش في السالون بما انو الماشينة تاع الساشلونش تايخ فسدتلي وكمانديت واحدة جيني اليوم ان شاء الله هاو جات هنا انستاليتها سوق بلاس هي جات درتها في بلاستها وحترت هاداك القشي شتوف دوك في السالون نحيتو كامل درتو في الماشينة خليتو ينشف هنا يا وحدو بما انو ما كاش بلاسة سبيسيال باش ننشار فيه القش وكي نشوف هاداك في السالون ننغم ما نحبش وضغي ما ما نحبش كامل ديكو خسرت لبرك الماشينة عود شيت وحدو خرا في بلاستها هاكا نخص القش منا ننشوفهم منا نخبهم منا باش ما يتراكموش عليا وهنا على بركة الله نشارك معاكم وصفة البريوش التي قطنية بزاف خفيفة وننصحكم جربوها ان شاء الله جربوها باش تشوفوا الخفة التاحب بزاف بزاف عيلة اهنا بالنسبة للمكونات استعملت كاسو نص تعالح لي بيكون دافئ لازم يكون دافئ اخصت معا هنا نافش توكلوش شوية لحال بارد اضفت معاهم ثلاث ملاعق تاع السكر معا كيس سكر فانيليا معا تاني ملاعقة كبيرة تكون معا مرات تاع خميرة الخبز خميرة هذيك تاع الخبز ينديرها في الخبز ونضيف عليهم مغرفة كبيرة تاع الفارينا هذي باش برك نخليوها ترياح حوالي عشر دقائق هكا حتى يتضعف شوية الخليط هذك نحسوه بلي تضعف باش نجيو نكمله في المرحلة الثانية اللي هي دوك بعدما طعف الخليطة تاعنا نضيف عليها المكونات اللي بقاونا بالنسبة للإضافات اللي حنزيدوهم دوك نزيدو علبة تالية وطبيعي تكون هكا تاع 100 غرام ولا 125 غرام ما يهمش تكون نحيتوها فريجي دير حوالي نص ساعة ولا عشر دقائق مقبل مامسي تكون برده ما تشكلش كما يقولو فارق في الوصفة لكن نزيدوها خفاء للوصفة تاعكم نزيدو تاني نص كاس تاع الزيت ديما ننكيلو بنفس الكاس اللي بدينا به نقعدوا ننكيلو بنفس الكاس هده مكان هنا ندير بيض بيضاء وهذاك السفر حتى فط به باش ندير به لدور بتاع البريج تاعنا قبل ما ندخلو في الفور ونحن نقعدو هكا نحركو ونضيفو المكونات الاخرين هنا دارت الزوج معالق تاع الخل الخل ابيض والاخل عادي انا استعملت الخل الابيض اللي ما عندوش الذوق بزاف هنا استعملت ملعقة صغيرة تاع الملح ما تكونش عامرة لازم تكون ممسوحة ملعقة صغيرة هذوك تاع ديسير تاع الملح وبالنسبة لفارينا حنضيفو الفارينا شوية بشوية حتى نتحصلو على عجينة تكون متلاسقة بزاف 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 هنا بالنسبة لفارينا دارت الكاس اللي اول نروح حتى نتحصلو على عجينة تشوفوها معايا تكون ضغيم وطرية باش البريج تاعكم كل ما يكون طري كل ما تجيكم البريج تاعكم الطري وخفيف هنا مع الفارينا نضيف كيستة خميرة كيميائية وزن 10 غرام ولا 11 غرام هنا بعد ما دلنا زوج كيستة الفارينا هنا نضيف الكاس الثالث مباشرة هكذا بما انها باينب اللي ما زالها بزاف جارية وقلتكم في هاد البريوشات ولا فايس كما هكت على العجين كل ما خلينا العجين طري وخفيفة كل ما اخرجنا البريوش تاعنا خفيف وقطني وما يجيش مدكس من الداخل ويجي ثقيل هكا المعدة خاصة انه فيها غير الفارينا على بلكم الفارينا تقدر تضركم في الكورن تاعكم روحوا غير بهذا كما يقولوا هاد الخطوات حت نجحوا فيها ان شاء الله ويجيكم بريوش خير مليت روحوا تشريوها برا مع لبريوشكم شميبا واشيستعملوا فيه ايوها الذين ارانوك عووا اسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تقلقوا وانا تحسط على القوام اللي احبيتورا انا كنت شوفوا بزاف متلاسقة ما قدرت شميبا لنا نحي يديها تخونكي لدوك نحي كامل هذك العجين اللي لاسق فيها ونخليها تتضعف بالنسبة للفارينا ادت لي اربعة كيسان ونصد الفارينا انتم ما تقدر تديكم اكثر ولا اقل لسا نصير ما تعمروهاش بزاف فارينا وتجيكم بزاف تقيلة لا بد شوفهم ما زالها بعد ما تضعفت حوالي اخليتها حوالي ساعة في الكوزينا هكا تضعفت بعد ما تضعفت وما زالها تتلاسق بزاف معنا العجينة بصح هذا اللي هو السر الخفة البري وشتعكم خليواها هكذا لسن سرعة ونروحكم بالفارينا كي تخدموها والهكفي الطبيسي كي ماشتوا معيا احتيت نوتلالا ولا شوكولاها تختيني حطيتها في الكونج لا تقدرتو هاكا مغارف حتى تكون مغرفة هكا وحدها حطيتها في السيلوفان وحطيتها في الكونجلاتير باش تجمد وجي سهلة باش نستعملها حتى شليكن نرفضها دي عكت مملابوات داخل البريوش هذا هذي طرية وهذيك طرية تعذبني شوي في الاستعمال سيبا صادرتها هكا مجمدة باش تعاوني برك في الخدمة وتكون كما يقولو اي حاجة تسهلنا الخدمة مرحبا بيها كما يقولو ذو كاك نحل العجين التعنا ونحطو فيها الشوكولة مداخل هذي يعني خطوة اختيارية تقدروا تضيفوها تقدروا ما تديرو الشوكولة مداخل تخليوهم هكا كناتور انتو ما ما حبيتو انا ادت لهم كام الشوكولة وحطيتهم هكا في البلاتو نخليهم يزيدوا يخمروا نخليهم يخمروا حوالي 15 دقيقة عشرين دقيقة حتى تضيفوهم تضعف شوية تضعف البريوش تاعكم شوية ونجي وندهنوهم هكا بصفار البيض انا ما كانش عندي حليب متوفر في الدار دي كودت لهم شوية برك يوتنا شو معا البيض هادك باش كما يقولوا باش يكفيني لهاد ليدو بلاتو تاعي باش نديرو في الفور دهنتهم هكا بصفار البيض ونحطوهم في الفور يطيبو على 180 درجة حتى يحمارو يديو لون هكا شباب انتو ما عسوهم برك باش ميتحرقوش معاكم شوفوا بسم الله ما شاء الله البريوش تاعنا طلعنا بزف اخفيف اخفيف كما نقول لكم شكيفاش جانا اخفيف ريش عمي فغي مو بزف بزف هايل ومع شوكولات اللي من داخلتكن دايبة جي بزف بنينا وبينسوع كما قلتكم شوكولات اختيارية انتو ما انتو ما ما حبيتو وانتو ما يجيو كامل هاكا قطنيين راني نمس ونعاود واني نحل ونعاود معاكم باش تشوفوا خفت البريوش تاعنا يجي هايل هايل شاهدكم في الجنة ان شاء الله ان شاء الله انتو ما تاني تنوضو تديرو بريوش ولا شاهدو تفرحوا به ولادكم خاصة نراهم في وقت الاختبارات ربي نجحهم كامل ان شاء الله وربي عاونكم على بالي راكم كامل مع الريفيزيون مع الحفيظ وكلش ربي عاونكم ونتلاقا في فيديوها الجاية ان شاء الله وما سلامة اشتركوا في القناة